بعد أن بات مصطلح أم المختطف يعرف شريحة كبيرة من نساء المجتمع اليمني ههن أمهات المختطفين يخترنه اسما لحملتهن المطالبة بحرية أبنائهن التي أطلقنها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان عيدي يوم حرية ولدي الحملة تهدف للفت الانتباه إلى معاناة أمهات وأسر المختطفين المستمرة منذ عامين كما تصلط الضوء أيضا على حال المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع التي يقاسون فيها أبشع أنواع التعذيب والتنكيل دون مبرر أو مسوغ قانوني أسبوعان هي المدة الزمنية المحددة للحملة التي تبدأ في يوم المرأة وتنتهي في عيد الأم في محاولة للاستفادة من رمزية المناسبتين علها تكسبهن دعما وتأييدا طالما انتظرنا مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المخولة بحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العربية والدولية وكل الناشطين والحقوقيين هم من ناشدتهم الأمهات في بيانهن المتزامن مع إطلاق الحملة مطالبات دعمهم حتى ينال أبناؤهن حريتهم كحق إنساني أصيل وكمطلب تقول الأمهات إن نضالهن السلمي في مواجهة الميليشيا سيستمر حتى يتحقق بالإفراج عن ذويهن المغيبين في السجون والمعتقلات